موسيقى اذا مشاهدين اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو من العاصمة الالمانية برلين ان جهود بلاده مستمرة من اجل اقامة منطقة امنة شمال شرق سوريا موضحا ان الهدف منها منع التوترات بين حلفاء واشنطن في المنطقة مع تركيا تصريحات بومبيو تتزامن مع تسريبات صحيف الدرش بيغل الالمانية حول عزم المانيا ارسال طائرات حربية من اجل حماية تلك المنطقة التفاصيل في التقرير التالي المنطقة الامنة شرق الفرات على وشك الانجاز وهو امر بدت معالمه تتضح من خلال التحركات المكوكية التي تجريها واشنطن لحشد دعم دول الاتحاد الاوروبي من اجل المساهمة لوجستيا وعسكريا في حمايتها وما يدلل على تلك الخطوة التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو من برلين التي اكد فيها مواصلة بلاده جهودها في سبيل اقامة منطقة امنة شمال سوريا كما اعلن المسؤول الامريكي ان بلاده تتشاور مع وزارة الدفاع الالمانية حول كيفية تنسيق الجهود في الشمال السوري بومبيو اوضح ان الهدف من اقامة تلك المنطقة هو الحيلولة دون التوترات بين التركيا والمجموعات المدعومة امريكيا فيها تزامن التصريحات وزير الخارجية الامريكي مع تسريبات صحيفة ديرشبيغل الالمانية حول عزم برلين تسيير طائرات حربية من طراز تورنيدو من اجل تأمين الحماية الجوية لتلك المنطقة مشيرة الى ان قرار برلين جاء بعد سلسلة من المحادثات السرية التي جرت بين مسؤولين المان وامريكان في هذا الخصوص مهمة المقاتلات الالمانية بحسب الصحيفة ستكون حماية القوات البرية من اي هجوم تتعرض له سواء من تنظيم الدولة او قوات اخرى مدعومة من اطراف اقليمية مشيرة الى ان المقاتلات الحربية ذاتها شاركت بفعالية في الحرب على تنظيم الدولة في سوريا والعراق وتتناغم تلك التسريبات مع الضغوط الكبيرة التي تفرضها واشنطن على برلين من اجل زيادة مشاركتها ماديا وعسكريا في عمل التحالف الدولي في سوريا والعراق وهي ضغوط ترفضها عدد من دول الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها فرنسا وهو ما تجسد في دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون الى انشاء جيش اوروبي مستقل عن واشنطن لحماية امن اوروبا ويصطدم حراك واشنطن بعقبة انقرة التي ترفض اقامة منطقة امنة على طول حدودها دون ان تكون هي صاحبة القوة العسكرية الوحيدة ضمنها مع اشتراطها ابعاد مقاتلي قسد ونزع سلاحهم الثقيل على عمق ثلاثين كيلو مترا على طول الشريط الحدودي مع تركيا وهي مطالب ما تزال تلتف واشنطن عليها بارسال الوفود والمبعوثين الى انقرة من اجل التوصل الى صيغة نهائية حول مستقبل شرق الفرات السوري غالي مناقشة هذا الموضوع مشاهدين ينضم الينا عبر الاقمار الصناعية من انطاكيا خبيرة تكنولوجيا العسكرية السيد ابراهيم شليش ومعنا من باريز دكتور خطار ابو دياب استاذ في العلاقات الدولية ارحب بكما وابدأ معك دكتور يعني كل الحديث والتفاهمات ومحاولات الاتفاق بشأن المنطقة الامنة كانت تجري خلال الفترة الماضية بين امريكا وتركيا لماذا تحاول امريكا الان ان تدخل طرفا ثالثا في الامر احييكم واحيي المحاور الكريم وفريق العمل وكل من يشاهدنا او يتابعنا بالطبع هذه المسألة هي مدار جدل منذ فترة طويلة وكما نعلم ان التجادب حالة تركية حتى بين روسيا والولايات المتحدة مستمر ان كان في مسألة ادلب او صفقة الاس 400 وايضا حول شرق الفرات كل الامور مرتبطة بعضها ببعض ولكن من الطبيعي ان تنفتح واشنطن على الدول الاوروبية في الاساس كان هناك قرار من قبل ترامب كما تعلمون بالانسحاب يومها المؤسسات الامريكية وخاصة البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية هي من دفعت باتجاه الابقاء على القوات ليس فقط لحماية الاكراد ولكن ايضا من اجل ان يكون ذلك رافع للوجود الامريكي في سوريا وللمشاركة في صراعة الحل السياسي وكان لدول اوروبية ومن ابرزها فرنسا دورا في اقناع الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من سوريا كان هناك جواب امريكي اذا بعد فترة بان بقاء الوجود الامريكي مستمر او مرهون ايضا بالمشاركة الاوروبية ضمن التحالف كما كان قائما قبل نهاية ما يسمى تنظيم الدولة في البغوز ومن اجل ذلك هناك على الارض قوات خاصة فرنسية وبريطانية وحتى المانية حتى اليوم وهذا التطور عن سلاح جو ألماني ايضا يعني ان الولايات المتحدة تحاول تنظيم اسس البقاء في هذه المنطقة من سوريا البقاء ضمن التحالف طب هل هذا وارد بالنسبة لباقي الدول الاوروبية يعني تحدثت دكتور عن الموقف الفرنسي الموقف الفرنسي في بعض تفاصيله كان يبدو انه يحاول الخروج من عبائة امريكا ومن عبائة التحالف الدولي الى ايجاد صياغ اخرى يعني حتى ماكرون تحدث في احدى المرات عن امكانية وجود تشكيل او جيش اوروبي في هذه المنطقة يعني كان هذا الكلام في حال الانسحاب الامريكي ولكن الان هناك امكانية لعمل مشترك على ما يبدو ولكن ذلك لا يعني استبعاد تركيا على العكس انا برأيي تبقى لما جرى في قمة اسطنبول ايضا بين اردوغان وكل من ماكرون وبوتين ومركل هناك امكانية لحصول تفاهمات اوسع المواضيع ايضا كما قلت ارتبط بعضها ببعض وفي موضوع ادلب وشمال سوريا هناك تنسيق اوروبي تركي يحاول ان يرتقي لوضع افضل نعم اذهب الى ضيفي من انطاكيا سيد شاليش ما الفرق بين الدور العسكري الذي تلعبه اصلا المانيا ضمن التحالف الدولي وانواع الطيران الذي تقوم باستخدامه وبينما يتم الحديث عنه اليوم في اطار المنطقة الامنة والذي يمكن ان يكون خارج ربما اطار التحالف اهلا وسهلا بكم اهلا بالدكتور خطار طبعا امريكا تحاول ان تشرك بعض الاوروبيين معها في اقامة هذه المنطقة الامنة وامريكا تحاول ان تلتف على الموقف التركي وتحاول ان تجد تحالفات اخرى معها في المنطقة وغايتها من شاء المنطقة الامنة هي حماية طبعا خساد ليس غايتها هي حماية الشعب السوري ككل ونحن كشعب السوري موجود يقتل ويزبح بصمت لنا اعتراض على المواقف هذه المواقف الاقليمي والمواقف الدولي التي لا تأخذ بعين الاعتبار القتل والتدمير الذي يتعرض له الشعب السوري فألاحظ ان الموقف الامريكي لا يبحث نهائيا ولا يهتم بالدم السوري الذي يراق يوميا وعلى مرأة ومسمع من العالم باضافة لان المانيا عندما تشارك فتشارك في قواتها الجوية والعسكرية والتكولوجية المتطورة هذه لحماية فئة هي عبارة عن مجموعات عسكرية ارهابية في نظرنا وفي نظر تركيا وفي نظر الشعب السوري لانه قامت بأعمال عسكرية على الأرض بالنسبة للقرى التي احتلوها في مناطق شرق الفرات والدعم الأمريكي لها هو كان يعني ضد مصالح الشعب السوري ولنا اعتراض ما الذي يمكن ان تقوم باستخدامه ألمانيا في المنطقة الآمنة من سلاحية كانت يعني وجودها في التحالف الدولي كان بشكل أساسي في عمليات الاستطلاع وما إلى ذلك وإعطاء حتى المعلومات والإحداثيات للمشاركين من أمريكان في التحالف الدولي كيف يمكن أن نتوقع المشاركة العسكرية لها في المنطقة الآمنة لسيما أن تركيا أيضا موجودة في هذا السياق طبعا المنطقة الآمنة تتطلب حماية جوية الحماية جوية يعني توفر مضادات أرضية في المنطقة الأمنة وتوفر سلاح جوي متطور وتوفر قواعد جوية وهذا يعني يتطلب استخدام كافة هذه الأصناف حتى يتم حماية هذه المنطقة من القوى الإقليمية المتوقعة أن تكون متضرة من هذه المنطقة الآمنة فنحن في سوريا لا نبغى يعني هيس هدفنا الحصول على منطقة آمنة بقدر ما نبغى أو نسعى إلى الحصول على بيئة آمنة نسعى إلى حصول على بيئة آمنة فنحن لم نقم بالثورة ضد النظام المستبد الطاغي إلا لأن نحصل على بيئة آمنة وليس نحصل على منطقة آمنة كجزء من سوريا لأسباب سياسية معينة ولمصالح إقليمية ومصالح غربي في تحقيقها فنحن نسعى إلى بيئة آمنة تشمل كافة سوريا أو على الأقل الأجزاء المحررة حاليا التي يقوم فيها الشعب السوري المقاوم الذي يرفض أن يعود إلى حضنة الأسد النظام القاتل المجرم ويرفض أن يعود تحت الوساية الروسية التي تقتل شعبنا ليلة نهارا دكتور أبو ديابي هذه المقترحات التي يتم الحديث عنها بين أمريكا وألمانيا إلى أي مدى يمكن أن تكون ألمانيا كإتلاف حاكم كبرلمان منفتحة بالفعل لمناقشتها سواء التمديد في التحالف الدولي أو حتى مشاركة قوات ألمانيا خارج إطار التحالف الدولي لو تم ذلك الألمانيا الآن في موقع يسمح لها بهذا التمديد أعتقد في مواضيع محددة من هذا النوع وأدوار محددة لن يكون هناك معارضة يعني هذه ليست مشاركة في حرب هذه مشاركة في عملية حماية وعملية لا تنطوع على مخاطر ويمكن أن يكون السبب هو أخضر هناك تبرير أمام الشعب في ألمانيا ألمانيا من الدول التي تحفظت حتى الآن على استرجاع ما سمي مقاتليها من صفوف ما يسمى تنظيم الدولة داعش من مناطق موجود فيها قوات سوريا الديمقراطية أو من سجون قوات سوريا الديمقراطية ربما هذا أيضا من الأسباب التي تدعو هذه الدول لأنها لا تريد استرجاع هؤلاء تدعو هذه الدول إلى البقاء وتحفز دولة مثل ألمانيا لأخذ هذا الموقف أذكر أن ألمانيا بقيت دولة خارج أي عمليات عسكرية خارجية لم تهتم حتى بحفظ السلام مع الأمم المتحدة إلا في أفغانستان و بعد ذلك في كوسف والبقان وذلك بعد إعادة توحيد ألمانيا وبعد فترة طويلة الآن في هذا الموضوع بالذات هناك كما قلتم كان دور استطلاع ألماني الآن هناك دور أكثر مباشرة لكن نعلم أيضا كما قلت سابقا أن هناك علاقة جيدة بين ألمانيا وتركيا لناحية التنسيق لا أظن أن ذلك موجه ضد تركيا خاصة بالنسبة لمسألة العلاقة مع الأكراد ومن هم هذه مسألة يعني في مسألة الخيارات الولايات المتحدة الأمريكية اختارت منذ البداية عندما حاولت أن تطلب من الجيش الحر أن يلعب دورا ضد تنظيم الدولة فقط وليس ضد تنظيم الدولة والنظام رفض الجيش الحر اختارت قوات سوريا الديمقراطية ونتج عن ذلك كل ما يحصل اليوم سيد شاليش يعني سبق أن رفضت تركيا بشكل مباشر أي مشاركة أو أي تدخل أوروبي في المنطقة الآمنة وكان مسؤولها دائما يتحدثون عن أن تركيا بالفعل قادرة على إقامة هذه المنطقة الآمنة وحمايتها بنفسها كيف يمكن أن نتوقع الموقف التركي لو ذهب الأمر باتجاه ضغط الأمريكان بالفعل لتدخل الأطراف أخرى طبعا من حق تركيا أن تكون هي القوة الوحيدة أو الرئيسية في هذه المنطقة الآمنة بكون منطقة يعني على حدودها وهي الدولة الإقليمية الوحيدة المؤسرة أو ذات الموقف القوي والكبير في هذه المنطقة فلا أتوقع نجاح لأي منطقة آمنة ما لم تكن تركيا هي اللاعب الأساسي فيها وهي المؤسس لها وهي الرعي الأول والأخير فيها فلا أتوقع أنه تتم هناك عملية منطقة آمنة بالتعاون بين أمريكا وألمانيا لوحدهم بمعزل عن الموقف التركي طب لماذا قد ترفض تركيا حاسم في المنطقة الآمنة لماذا قد ترفض تركيا وجود قوات أخرى إذا كان الهدف التركي هو إبعاد الفصائل الكردية وإبعاد قوات سوريا الديمقراطية أن تحقق السبب بالفعل الذي تنشده تركيا في شمال السوري طيب طالما تركيا هي قادرة عسكريا وتقنيا على حماية هذه المنطقة الأمني فما المبرر أن تأتي قوات دولية أخرى لتقوم بالمشاركة في حماية هذه المنطقة وإنشائها إذن هناك هذه القوات موجودة أصلا في سورة التحالف الدولي في شمال شرق سوريا طبعا موجودة بشكل محدد إنما عندما يتم الإعلان عن منطقة آمنة ولها أسس ولها نظام سيكون مشاركة فيها أكبر ويعلن عنها رسميا وبالتالي الموقف التركي لا يسمح بهذه المنطقة الآمنة على أساس الحماية الدولية إلا إذا كانت المشاركة التركية فيها أساسية درجة أولى وبأن القوة التركية أو تركية قادرة على تأمين حماية هذه المنطقة الآمنة على كامل حدودها في المنطقة الشمالية من سوريا فما المبرر لمجيء قوات أجنبية لتلعب هذا الدور إذن هناك هناك نوايا أخرى لهذه القوة سيكون لن تقتنع تركيا بأن هذه القوة ستقوم بحجب أو بسحب القوات قسد عن حدودها فقط فرح يكون إلى مقارب أخرى لن تسق فيها تركيا ونحن نؤيد هذا الموقف التركي نحن مع الموقف التركي الذي يقول بأن المنطقة الآمنة إن كانت ستتم فيجب أن تتم بالرعاية والدعم والحماية التركية درجة أولا طالما هي قادرة فليس هناك أي مبرر لدخول القوى الدولية الأخرى نعم دكتور أبو دياب ما الفائدة التي من الممكن أن تتحقق لألمانيا أو لأي دولة أوروبية في الاستمرار في هذه المرحلة في شمان شرق سوريا عبر التحالف الدولي أو غير ذلك ويعني أقصد هنا الأهداف أو الفوائد غير العسكرية يعني ألمانيا دولة فيها نسبة كبيرة جدا من اللاجئين السوريين في الخارج هل من الممكن أن يكون هناك علاقة بين أي تدخل مستقبلي في منطقة آمنة وبين وضع هؤلاء اللاجئين يعني بالطبع في مسألة إعادة الأعمار أو الوصول إلى الحل السياسي هذه الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة تلعب دورا أساسيا وستلعب هذا الدور ومن الواضح أن الروسية لو حققت إنجازات عسكرية لكنها لا تتمكن من تحويلها لإنجاز سياسي أو لبدء إعادة الأعمار وفي مسألة منطقة شرق الفرات كما قلت هناك مسألة وجود مقاتلين من أصول ألمانية هناك هناك مسألة مكافحة الإرهاب لأن الحرب ضد تنظيم الدولة بالفعل لم تنتهي ونلاحظ أنه لا يزال موجودا هنا وهناك هناك وجوب لإعادة تأهيل هذه المنطقة ليس هناك ثقة بالنظام السوري المسألة هي يمكن أن يفهم من خلالها أن هذه المشاركة الأوروبية تهدف أيضا إلى الوجود في صياغة الحل السياسي وأظن أن ذلك ممكن تركيا مع كل الاحترام في مسألة أستانا لم تتمكن من تنفيذ تعهداتها خانتها موسكو وطهران والشعب السوري دفع التمن الشعب السوري دفع التمن الأوهام أوهام واشنطن أو أوهام أنقرة ولذلك الآن في هذا الموضوع بالذات إذا كانت تركيا مرئنة يعني تركيا ضخمت الخطر الكردي ألاف المرات ليس هناك من خطر كردي سوري مباشر على تركيا ولذلك هذا الموضوع بحاجة فعلا لمراجعة من قبل القيادة التركية لأن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أجد بأعطاء ضمانات نرى في تير رفعت كيف أن روسيا لا تعطي للتركيا ما تريد إذن هناك مشكلة أساسية في هذا الموضوع نتيجة هذا التلاعب الدولي أو هذا التجادب الدولي حول هذا الموضوع هل أمريكا جادة أصلا دكتور في موضوع يعني هذه المنطقة الآمنة أم أن الأمر برماته مجرد كسب للوقت أو محاولة لتحصيل مكاسب أخرى خاصة مع تركيا يعني مع إدارة ترامب كل شيء معقول لكن بينما تخود هذه الإدارة الآن معركة أو تصعيدا مع إيران يعني المسألة أيضا متصلة بطريق طهران بغداد دمشق بيروت المسألة متصلة بمستقبل النظام السوري ومستقبل الوجود الإيراني في سوريا المسألة إذن أكبر من ذلك لأن موضوع الوجود في شرق الفرات متصل بالوجود في قاعدة التنف بالقرب من الحدود مع الأردن أيضا والمتلة الحدود مع العراق نحن إذن أمام معادلة أظن أن الولايات المتحدة استوعبت أن انسحابها من هناك سيعود عليها بضرر ولذلك نعم أعتقد أنها تبقى وهي في الأساس تفاوض مع تركيا حول الموضوع المفاوضات ليست فقط مع ألمانيا هناك مفاوضات أطرافها الرئيسية حول هذا الموضوع الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا ألمانيا وتركيا نعم أختم معك سيد شاليش يعني بومبيو اليوم ضمن تصريحاته في ألمانيا قال أن أمريكا تسعى بشكل أو بآخر لنظام بوسعنا أن نسميه منطقة عازلة أو أي شيء آخر هو نفسه ما تتحدث عنه أيضا تركيا هل هذه المنطقة تخدم نفس الأهداف بالنسبة للطرفين أم لا المنطقة العازلة حسب المفهوم الأمريكي ربما تتقاطع جزئيا مع المفهوم التركي إلا أن الموقف الأمريكي يسعى من أو يهدف من إنشاء المنطقة العازلة إلى المحافظة على قوات قسد وبكامل إمكانياتها إلا أنه يعني يسعى إلى سحبها جزئيا عن الحدود التركية إنما المنظور التركي إلى المنطقة الآمنة يختلف جزئيا عن المنظور الأمريكي ويختلف في شكل كبير أصلا ليس فقط جزئيا لأنه إن كان هناك مشاركين كثير في إنشاء المنطقة العازلة سيما إذا كانوا لم يكونوا أقليميين يعني غربيين وأوربيين فهناك سيكون لهم أهداف أخرى ليست متطابقة مع الهداف الموقف التركي وليست متطابقة أيضا مع أهداف الموقف الشعب السوري وبالتالي هناك تباين بين المفهومين المفهوم التركي للمنطقة العازلة والمفهوم الأمريكي للمنطقة العازلة أشكرك شكرا جزيلا خبر تكنولوجيا العسكرية السيد إبراهيم شاليش كنت ضيفي عبر الأخمار الصناعية من أنطاكيا وشكر أيضا موصول لدكتور خطارة بودياب أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من باريس عبر الأخمار الصناعية مشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة المحور الثاني فاقمان اشتركوا في القناة